تقام اليوم الثلساء الموافق 8 يناير 2023 البطولات التالية بطولة الدور المصري وبطولة كأس الاتحاد الانجليزي وبطولة الدور الأسباني وبطولة الدور الإيطالي وبطولة الدور المغربي في بداية الفيديو نرجو من حضرتكم الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة الجديد دائما الآن مع تفاصيل المباريات أولا مباريات الدور المصري حيث تقام اليوم أربعة مباريات بالجولة 12 من الدور المصري وهي كالتالي المباراة الأولى حرس الحدود ضد الإسماعيلي تقام في تمام الساعة الثالثة إلى ربع عصرا بتوقيت مصر والربع إلى ربع بتوقيت السعودية وتزعى برقناة On Time Sport المباراة الثانية البنك الأهلي ضد أسوان تقام بنفس التوقيت الثالثة إلى ربع بتوقيت مصر والربع إلى ربع بتوقيت السعودية وتزعى برقناة On Time Sport المباراة الثالثة سموحة ضد فاركو تقام في تمام الساعة السبعة مساء بتوقيت مصر والثمينة مساء بتوقيت السعودية وتزعى برقناة On Time Sport المباراة الرابعة طلاع الجيش ضد المقاولون العرب تقام بنفس التوقيت السبعة مساء بتوقيت مصر والثمينة بتوقيت السعودية وتزعى برقناة On Time Sport ثانيا مباريات كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم حيث تقوم اليوم ثلاثة مباريات بدور الاربعة والستين وهي كالتالي المباراة الاولى كارديف سيتي ضد ليدز يونيتد تقوم في ثم الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخمسة بتوقيت السعودية وتزاع عبر قناة بين سبورت ون اتش دي براميوم المباراة الثانية منشستر سيتي ضد تشيلسي تقوم في ثم الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت مصر والسبعة ونصف مساء بتوقيت السعودية وتزاع عبر قناة بين سبورت ون اتش دي براميوم المباراة الثالثة أستون فيلا ضد ستيفيناج بورو تقوم نفس التوقيت السادسة ونصف بتوقيت مصر والسبعة ونصف بتوقيت السعودية ثالثة المباريات الدولي الأسباني حيث تقوم اليوم أربعة مباريات بالجولة ستاشر وهي كالتالي المباراة الاولى المريا ضد ريال سوسيداد تقوم في ثمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والربع بتوقيت السعودية وتزعى برقنات بين سبورت HD1 المباراة الثانية رايو فاليكانو ضد ريال بتيس تقوم في ثمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر والستسة والربع بتوقيت السعودية وتزعى برقنات بين سبورت HD1 المباراة الثالثة إشبيلية ضد ختافي تقوم في ثمام الساعة السبع ونصف مساء بتوقيت مصر والثمينة ونصف مساء بتوقيت السعودية وتزعى برقنات بين سبورت HD1 المباراة الرابعة أتليتكو مادريد ضد بارشلونة تقام في ثمام الساعة العشرة مساء بتوقيت مصر والحدية عشرة مساء بتوقيت السعودية وتزعى برقنات بينسبورد HD1 بتعليق حسن العيدروس رابعا مباريات الدولي الإيطالي حيث تقام اليوم خمسة مباريات بالجولة 17 وهي كالتالي المباراة الأولى سالر نتانا ضد تورينو تقام في ثمام الساعة الواحدة والنصف زهرا بتوقيت مصر والثانية والنصف بتوقيت السعودية وتزعى برقنات أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق أحمد الحامد المباراة الثانية لاتسيو ضد أمبولي تقام في ثمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخمسة بتوقيت السعودية وتزعى برقنات أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد الشمسي المباراة الثالثة سيبازيا ضد لاتشي تقام بنفس التوقيت الرابعة بتوقيت مصر والخمسة بتوقيت السعودية وتزعى برقنات ثم 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 ث ثلاثة مباريات بالجولة 11 وهي كالتالي المباراة الأولى المغرب التطواني ضد الوداد الرياضي تقوم ثم الساعة الخمسة مساء بتوقيت مصر والربعة بتوقيت المغرب وتزعب رقنات الرياضية المغربية اتشيلي بتعليق عادل مسعودي المباراة الثانية الجيش الملكي ضد الفتح الرياضي تقوم بنفس التوقيت الرابعة بتوقيت المغرب وتزعب رقنات المغربية اتشيلي بتعليق محمد العدالي المباراة ثلثة شباب المحمدية ضد شباب السوالم الرياضي تقام في تمام الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت المغرب وتزعى عبر قناة تمازغة HD بتعليق محمد فضلوي